كمان كان أشاد بالاستقبال زي ما كنا من التكلم في البداية وكان في ضغط جماهيري طبيعاً يكون في ضغط جماهيري لكن في النهاية برضو عايزين نتكلم عن نقطة مهمة جداً ولفتة غاية في الأهمية من جماهير الرجاء لما وقف ديئة 74 يحيو ذكرى شو هدان برافو عليك محمد خديني أقول لك أن مبارح أنا أول ما شفتها يعني اندهشت اندهشت وبصراحة وقفت احترامة لجمهور الرجاء جمهور المغرب أنه جاء على حوالي ديئة 73 وشوية الناس فاكرة أنه هم هيعملوا شغب يعني أنا حتى بتفرج مع زميلي وبشوف يعني بشوف ردود الأفعال الكل حاسن فيه حاجة بقى هتحصل وهيعملوا لا يا جماعة ديئة 74 بحاجة تحترم جداً بصراحة لازم نرفع في القبعة وبرفو عليك بحقيق بصراحة يا محمد لك لفتك نظري يعني كنت عايز أتكلم فيها وسقطت بسبب خطايا مسلماني وأحداث المباراة لكن فعلاً الجمهور المغربي الشقيق مبارح وقف وقفة محترمة جداً ورغم القلة اللي عملت الليزر في المباراة ولقنا الليزر على الشرناوي واللعيبة لكن وقفت الجمهير كلها إجلالاً للديار باو سبيل لضحايا بورسعيد طبعاً وضحايا الناد الأهلي فجمهير الناد الأهلي فدي كانت حاجة متحترم جداً ولازم نقولها شابوه في إعلام المصري كمان بكل تأكيد طيب